دخل الذكاء الاصطناعي على التعليم بشكل قوي ليس فقط من حيث تشات جي بي تي ومثل تلك البرامج ولكن أيضا برامج مهمة جدا قوية تساعد الطلبة على التعلم بشكل شخصي تساعد الأساتذة على تقديم مواد بطريقة مفيدة جدا على تحضير اختبارات وغير ذلك تابعوا السلام عليكم اجتاح الذكاء الاصطناعي عالم التعليم خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية خاصة مع ظهور وبروز تشات جي بي تي الذي وصفته في حلقات سابقة بالزلزال سنعود إلى تأثيرات تشات جي بي تي وهل وجدنا له حلا وما هي التطبيقات الإيجابية لتشات جي بي تي أو كيف التعامل معه تم تقييم قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التعليم فقط بـ 1.1 مليار دولار عام 2020 هذا قبل هذه الانفجارات الأخيرة وتوقع تقرير اليونسكو مؤخرا أن يصل هذا السوق إلى 6 مليارات دولار عام 2024 بمعنى أن في خلال أربع سنوات يكون قد تزايد بنسبة 450% هذا يبين هذا التغير وهذا النمو العظيم الرهيب القسي وأشار تقرير لشركة Market Research Engine أن هذا السوق الذي السنة القادمة سيكون 6 مليارات دولار سيتضاعف إلى 12 مليار دولار سنة 2017 عندما نقول الذكاء الاصطناعي الآن صار معظم الناس يفكرون في تشات جي بي تي تشات جي بي تي وإخوانه لأن الآن صار هناك برامج مشابهة إلى حد كبير وإن كانت تختلف في بعض الجوانب لشات جي بي تي منها بارد ومنها كلود إلى آخره شات جي بي تي هذا البرنامج الذي يمكن يعني التعامل معه كأنه شخص أن نسأله سؤال ويعطيني إجابات كاملة في فقرات وفي جمل وفي النصوص بل يمكن أن يكتب لي مقالة كاملة يكتب لي حتى برنامج حاسوبي يكتب لي برنامج حاسوبي يقوم بتحليل كذا ويرسم كذا ويعمل لي رسوم بيانية وكذا ويحط لك إياها بشكل رائع جدا طيب مش هذا شيء جميل أكيد شيء جيد تطور رهيب مدهش حقيقة كل منكم من استخدم تشات جي بي تي يندهش لهذه القوة هذه القدرة لهذا البرنامج أن فعلا يقدم لي معلومات أحيانا ينبهر الإنسان يقول لو كتبتها أنا بنفسي وبحث لساعات لم أخرج بهذه الطريقة الرائعة طيب وين المشكل؟ المشكل أن الطلبة الآن صاروا يستطيعون عوض أن يقوموا بواجب ما بأنفسهم أو يكتبوا مقالة أو بحثا بأنفسهم أن يكتبوا برنامج حاسوب مثلا من يتدرب على العلم الحاسوب مثلا كمبيوتر ساينس أن يأتي إلى تشارجي بي يقوله كتب لي كذا في كذا فيطلع له في ثواني ما أحتاج أنا أدوخ نفسي طيب وهل هذا شيء خطير؟ إلى حد ما من جهة أنه صار عندنا هذه القدرات يجب الاستفادة منها ومن جهة ستقضي على وظائف ومهن عديدة ومن جهة أخرى ستغوي ربما بعض الطلبة إلى أن يقوموا بغش إذا أنا طلبت منك أن تكتب لي مقالة أنا ما طلبت منك أروح أعطي هذا الأمر لشات جي بي تي وأعطيني ما كتب لك شات جي بي تي طلبت منك أنت هم بشوفك أنت أو أنت كيف وما هي المعارات والكفاءات التي وصلتم إليها بقدرات أن تكتبوا كذا وتحللوا كذا وترسموا كذا بعض الجامعات فعلا منعت استخدام شات جي بي تي بشكل كامل منها مثلا مؤسسة سيانس بوليتيك في فرنسا وهي مؤسسة مرموقة جدا للعلوم السياسية وبعض الجامعات الأخرى منها جامعة تنسلفينيا مثلا التي فيها ابن عمر هذه الجامعة قالت لا 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 يجب المنع يجب إدخال إدماج شات جي بي تي في التعليم وتدريب الطلبة على كيف تستخدامه بشكل سليم وفعلا هذا هو التوجه العام الذي الآن صار الكثير منهم هذا الشخص الذي أمامكم فعلا نحاول بهذه الطريقة وسأذكر لكم كيف نقوم بذلك بعد اللحظات لكن في المقابل كما قلت ظهرت عدد من الأذوات التي تسمح للناس للأساتذة وغيرهم أن يكشفوا عن استخدام شات جي بي تي يعني مثلا لو جئت أنا للطلبة وقتلهم أكتبوا لي مقالات كما ذكرت في الحلقة السابقة في آخر الفصل في مواضع معينة وأعطوني مقالاتهم كيف أعرف هذه المقالات كتبوها بأنفسهم أم كتبوها عن طريق شات جي بي تي هناك مجموعة من الأدوات هذه الأدوات منها مثلا سيبلينغ منها جي بي تي زيرو أول ما ظهر جي بي تي زيرو كوبي ليكس وينستون اي اي وغيرها ولكن ظهرت أنها متفاوتة في الدقة بل في كثير من الأحيان بنسب أيضا متفاوتة تقول أن هذا النص كتبه شات جي بي تي أو برنامج ذكاء استناعي ويتضع في الأخير أن لا كتبه شخص وإنما هذه تهمة تهمة باطلة وتهمة قطيرة ولذلك مثلا شركة أوبن اي اي التي هي أخرجت لنا شات جي بي تي بعد شهر أو شهرين من إخراج شات جي بي تي أخرجت لنا أداة للكشف عن استخدام شات جي بي تي ولكن في يناير 2023 في يوليو 2023 بعد ستة شهور ألغت هذا البرنامج وسحبته من السوق قالت لأنه لأن فيه نسبة خطأ عالية لا يمكن أن نواصل بهذا العمل لأن تكون هناك تهم كثيرة للطلبة أو غيرهم ولا يجب أن نتهم الناس هكذا بالباطل إلا إذا عندنا أدلة يعني قوية دامغة ومتأكدين ما دمنا لسنا متأكدين حتى لو تكون نسبة الخطأ خمسة بالمئة فهذه غير مسموح بها ولكن في نفس الوقت وجدنا أن شات جي بي تي هذا مفيد جدا فيجب أن نستخدمه ولكن كيف نستخدمه بطريقة سليمة مفيدة وفي نفس الوقت لا يكون هناك استخدام مغشوش من طرف الطلبة وغيرهم بتعبير بسيط نطلب من الطلبة أن يستخدموا شات جي بي تي للعصف الذهني قلوا مستخدموا شات جي بي تي قلوا لدي موضوع معين أريد كتابة نص فيه أو مقالة ثلاث صفحات عشر صفحات أكتب أنا مثلا برنامج تحليلي برنامج حاسوبي أكتب لي شيء الذي يرسم لي البيانات إلى آخري خليه يكون مساند لك يساعدك لا يقوم بالعمل مكانك وإنما يساعدك ويقول لك طيب أنا أقترح أن تكون الخطوط العريضة لبحثك هي واحد من ثلاثة أربعة خمسة وفعلا أنا جربته يعني في عدة حالات عدة مواضيع أعطيني خطة كما تراها أنت يعطيك الخطة أبقى أنا لا هذه شوية لا تنفع هنا هذه متقدمة شوية زيادة لأنه تشات جي بيتي ما يعرف مستوايا أنا هل أنا أدرسه في ثانوي هل أنا أدرسه في الجامعة هل أنا مادة ماجستير هل أنا طالب دكتورة أم أنا باحث أنا أستاذ جامعي لا يعرف فهو يعطيك إلا تدقق معه تقوله لا بسط شوية لا أختصر شوية لا أحتاج هذه فبهذه الطريقة مفيد جدا جيد يعني أنا أتفاعل وتعامل مع تشات جي بيتي ولكن في نفس الوقت لا أتركه هو يقوم بالعمل بدالي ففي نفس الوقت أنا قاعد أستفيد وفي نفس الوقت أنا أستخدم ذهني ومعارفي ومهاراتي وأتقدم في هذا الموضوع يجب الانتباه أيضا أقول هذا خاصة لطلبتنا وخاصة لشبابنا أن الأدوات الكشف عن شات جي بيتي هذه تتهم الذين اللغة طبعا هذه كلها تستخدم اللغة الإنجليزية أكثر شيء من لغتهم الإنجليزية هي اللغة الثانية وليست اللغة الأم يعني أنا لغتي الأم عربية اللغة الثانية إنجليزية أو فرنسية فمن يستخدم اللغة الإنجليزية أو حتى الفرنسية في شات جي بيتي يستخدم أيضا فرنسية وغيرها إذا أعطيناه نص كتبه شخص لغته الإنجليزية ليست هي اللغة الأم فنسبت أن يتهم شات جي بيتي أن هذا النص كتبه برنامج ولم يكتبه شخص وصدت عدة 60% في أحد الأبحاث التي تم لهذا الغرض معنى هذا أنه إذا أنا عبد بسيط وحاولت استخدام حاولت الكتابة بنص عادي ولم استخدمت شات جي بيتي وقدمناها شات جي بيتي يعني بنسبة عالية جدا سيتهموني أن هذا النص لم يكتبه بشر لماذا؟ أن كتابتي أنا ليست بهذه القدرة أصلا يعني كيف نكشفه كيف تقوم هذه الأدوات بالكشف الكشف أو كيف تعتقد أو تتنبأ أن هذا نصا ما كتبه برنامج ذكي إصطناعي ولم يكتبه بشر لأن كتابات البشر ليست دائما بنفس النمط يعني أحيانا أنا أكتب جملة بطريقة معينة أحيانا أكتبها معكوسة أحيانا أستخدم لفظ معين أحيانا أستخدم كلمات مختلفة فهذه التغيرات تحدث كثيرا مع البشر ولكن لا تحدث مع الذكاء الإصطناعي الذكاء الإصطناعي دائما منضبط يعني جمله تكاد تكون بنفس النمط تكاد تكون بنفس الطول تكاد تكون بنفس النوع من الألفاظ تكون بنفس الكتابة إلى آخري إلى آخري فهذه الأنماط هذه الباترنز هي التي تبحث عنها هذه البرامج لمحاولة الكشف عن هل تم استخدام شات جي بي تي لكتابة نص معين أم كتبه إنسان نأتي الآن إلى التطبيقات الرائعة الممتازة للذكاء الاصطناعي في التعليم هناك برامج كثيرة تساعد الطلباء والمدرسين في التعلم وهي برامج ذكاء الاصطناعي باختصار ما الذي تقوم به هذه البرامج وهي كثيرة جدا سأذكر بعض منها هكذا عابرة حتى بعض منكم ربما يبحثون ويستفيدون منها إذا شاءوا ثينكستر مات جيل واتسون برينلي كوغني إي هكذا اسمه كوغني إي في أل تي بالت وغيرها ما الذي تفعله هذه البرامج هذه البرامج تأتي إلى التلميذ أو الطالب وعند مستوى معين مثلا أنا سنة ثامنة يعني في المدرسة أو سنة أولى جامعي أو سنة أتناش يعني سنة أخيرة في الثانوية أو ما إلى ذلك وأريد أنا مثلا منهج الرياضيات في دولة كذا في أمريكا أو في أوروبا أو هنا في الإمارات أو كذا فأعطيني أمثلة وأعطيني تدريبات على موضوع كذا فأحل أنا والرائع في هذه البرامج أن كثير منها تستطيع قراءة حتى الخط البشري يعني هذا طبعا موجود من زمان هذا الـ OCR Optical Character Recognition يعني التعرف على الحروف المكتوبة من طرف البشر فأكتب أنا وأعمل نسكان يقرأها مباشرة ويعرف أنا حليت المعادلة هذه صح أنا رسمت بشكل سليم أنا كتبت هذه المعادلات إلى آخره إلى آخره فيبدأ يعدلني يبدأ يتعامل معي يقول لي غير هذه لماذا لا تفعل كذا طيب حاول هذا المثال حل هذه المسألة وبهذه الطريقة يتم يعني الاستفادة بل هناك الآن أيضا روبوتات تسمى روبوتات الدردشة هذه chatbot chatbot هذه البرامج أني آتي أنا وأسأل مباشرة chat يعني دردشة أسأل ممكن تساعدني ممكن تشرح لي موضوع كذا أشرح لك يا طيب ولكن لماذا هذه تصير كذا يشرح لك لماذا ويتم هكذا يعني على مستوى بأسئلتي أنا وأصل بل قال لك يعني أن هذه البرامج من سرعتها ومن دقتها أنها تعطيك إجابات مناسبة في أقل من ثلاث ثواني في العادة في ثلاث ثواني يعطيك الجواب وتواصل أنت ولذلك قلنا في الحلقة الماضية أن يتم الآن التعليم وحتى الاختبار بشكل شخصي لكل فرض حسب تطوره حسب فهم وهذا البرامج يعرف أنه أنا ما فهمت هذا الموضوع ما عرفت حل هذه المسألة فيعطيني مثال آخر في نفس الموضوع يعطيني مسألة أسهل شوية مسألة أصعب شوية ويصل بيها هكذا خطوة خطوة إلى أن نصل إلى هذه المستوية هناك برامج أخرى يستفيد منها المدرسون الآن منها مثلا برنامج باليت هذا برنامج باليت وبرنامج آخر يدعى كرام ماذا تفعل هذه البرامج هذه البرامج تأتي للمدرس ويعطيها مثلا الكتاب الكتاب الدراسي إذا هو متوفر إلكترونيا أو مادة معينة إذا عندي أنا آآ آآ مادتي التدريسية في شكل أو في شكل نصوص أو كذا أدخلها لهذا البرنامج هذا البرنامج الآن أقول له طلع لي منها بعض الأسئلة طلع لي منها امتحانات بسيطة طلع لي منها عروض إذا هي مثلا ليست باور بويت قل عمل لي إياها في شكل باور بويت طلع لي معها صور مناسبة يحط لك إياها فبهذه الطريقة ياخد ممكن ياخد كتاب ويلخص لي إياه في سلايدات ممكن ياخد كتاب ويعلم لي عليه مثل ما نعلم إحنا بالأصفر هكذا قل لي هذا الجزء مهم هذا الجزء مهم هذا الجزء مهم روح راجع أنت الآن بسرعة حتى لا تفتر تقرأ كل النص كل الكتاب الآن صارت فيه برامج ذكاة استناعي تاخد كتاب كامل وتلخصكية في بضعة فقرات أو في بضعة صفحات فهذه مفيدة جدا للمدرسين أنها تأخذ مادة كثيفة طلع منها ملخصات طلع منها سلايدات طلع منها اختبارات بسيطة اختبارات متنوعة سواء تكون من المتعدد للإجابة ملتي ملتي بل شويس أو تكون آآ صحيح أو خطأ يعني آآ ترو فولز أو تكون يعني بأنواع مختلفة ويمكن أن يحدد المدرس لهذه البرامج التي كما ذكرت كرام وان او وان جستفاكت وان او وان بالت وغيرها يمكن العودة إليها هو الحصول فعلا على مساعدات يعني يمكن نعتبرها كأنها المساعد أو المساند في العملية التدريسية أردت فقط أن أبين أن الذكاء الاصطناعي الآن دخل بشكل قوي في مجال التعليم غير طريقة التعامل مع الطلبة طريقة التعلم ذاتها طريقة الاختبار ذاتها والآن فعلا يجب أن نغير نمط التعليم ونغير نمط التعامل بين الأساتذة والطلبة والاختبارات والإدارات المدرسية والجامعية هذا هو مستقبل التعليم ومستقبل التدريس مع الذكاء الاصطناعي شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة